علامة فارقة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا حيث تجاوز عشرة ملايين حالة إصابة وأودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص على مدار سبعة أشهر حول العالم ويعتبر هذا الرقم ضعف عدد مرضى الإلفلونز الشديد سنويا وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه العديد من الدول في تخفيف إجراءات العزل وتنفيذ تعديلات موسعة في نظم العمل والحياة الاجتماعية التي قد تستمر لعام أو أكثر حتى ظهور لقاح وتشهد بعض الدول طفرات جديدة في انتشار العدوى دفعت السلطات لإعادة فرض قيود العزل العام جزئيا في وضع وصفه خبراء بأنه قد يكون نمطا متكررا في الشهور المقبلة وحتى 2021 وتبلغ الإصابات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا نحو 75% من إجمال المصابين وذلك بنسب متساوية تقريبا بين المناطق الثلاثة منما تسجل آسيا والشرق الأوسط أكثر من 11% على الترتيب وفقا لإحصاء رويترز وكانت أول حالات إصابة بالمرض أعلنت بمدينة وهان الصينية ثم انتشر في أوروبا ثم الولايات المتحدة وبعدها روسيا ودخل الوباء مرحلة جديدة تسجل فيها الهند والبرازيل إصابات تتجاوز عشرة آلاف حالة يوميا مما يشكل ضغطا كبيرا على الموارد وسجل البلدان أكثر من ثلث إجمال الإصابات الجديدة في الأيام الماضية وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بمعدل 1 إلى 2% يوميا انخفاضا من أكثر من 10% في مارس وتمكنت الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من مليونين ونصف مليون حالة إصابة في أكبر حصيلة بالعالم من إبطاء انتشار الفيروس في مايو لكنها شهدت تفشيا جديدا في الأسبوع الأخيرة ترجمة نانسي قنقر